أشهد عدد من مدرب الحرف اليدوية والمهارات بالفرصة التي حضوا بها لعرض المنتجات والمشغولات الفنية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم وأكد مدربوء الحرف اليدوية مواصلة العمل على تطوير مهارات المتدربات من الفتيات والنساء لارتقاء بمستوياتهن الحرفية هو الأول اللي أنا بدربهم إزاي نقالوا الرسمة على الملابس وتكوين الألوان ونوع الألوان وإزاي يختاروا التصميم بتاعهم وعلى إزا كان يوظفوا التصميم على المنتج نفسه كواء مخدات أو تي شورت أو طرحة أو أي حاجة من الحاجات دي فضلتوا معهم وحدة وحدة لحد ما وصلتهم أنه هم يعني بيرفكت للمنتج أنه يوصل للمستهلك حاجة يعني كويسة إحنا شاركنا في المعرض أول مرة نشارك في المعرض إن إحنا نشارك ونعرض المعرض بتاعتنا وإن إحنا نعمل لايف شو ده فرق معنا فإن إحنا بنخلي السيدات يعملوا حاجات أول مرة يجربوها إن هم يعملوا لايف شو قدام الناس وإن هم بيشوفوا الثقافات المختلفة هم هيطلبوا منهم إيه وهم هيعملوا إيه ويقدروا يتجاوبوا مع ده ولا لا وإن هم هيحطوا نفط إن هم قد الحاجة دي وإن هم هيقدروا يعملوا أكتر من كده إحنا هنا بنعمل لايف شو عن حرفة خرز النول وجايين من طرف المجلس القومي للمرأة عشان نقوم بمتدربات من أسوان كنا قبل كده عملنا بيهم ورشة عن نول الخرز تعلموها من خلال مجلس القومي للمرأة سفرنا لهم أسوان وقمنا بتدريب حوالي 8 أيام كانش عندهم خلفية خالصة عن الحرفة دي بدأنا معهم من السفر ودلوقتي هم متمكنين من الحرفة ترجمة نانسي قنقر